من مختلف ولايات الوطن حطت الرحالة بهم هنا في مدينة عين الصفراء بحثا عن الرحة والترفيه المنطقة ورغم قلة المرافق الترفيهية بها إلا أنها باتت تستقطب الكثير من الزوار خاصة في عضلة الربيعة يوم جينا بو مردس البارح أنا هنا في عين الصفراء ولغر جينا دار شابب تهلوا فينا يعطيهم الصحة وهم خرجون الحوسور نحن من ولاية معسكر جئنا لمدينة عين الصفراء بلدية تيوت جينا نشوف نار مناظر خلابة الشباب الزائر للمنطقة استهوته الرمال الذهبية أما العائلات فكانت حديقة التسلية والترفيه محجا لهم أنا في حديقة تسلية لمدينة عين الصفراء اللي هي مكسب جديد في البلاد لأول مرة واليوم جابونا العين الصفراء اللي كما كتوفو هنا مورانا الجبال والأخوة عرمال وبراصة شباب بزاف هنا يقع نزل مكثر المكان الوحيد الذي تلجأ إليه العائلات المتوافدة إلى المنطقة في غياب مرافق أخرى للعائلات مدينة عين الصفراء وجهة سياحية بامتيازة رغم قلة المرافق الترفيهية إلا أنها تمكنت من استقطاب العديد من العائلات ومن مختلف الولايات ما يستدعي تحرك الجهات الوصية لإذفاء مشاريع سياحية من شأنها تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة